اشتركوا في القناة في بلدة بورتلاوز لفعالية يوم المسجد المفتوح بعد تخفيف القيود الاحترازية لفيروس كورونا ويعادة فتح المساجد مرة أخرى بعد عامين من الأغلاق حيث دعم مسؤول المسجد الجميع لزيارة المسجد في عطلة الأسبوع ويأمل مسؤول المسجد في تبديد أي مفاهيم خاطئة عن الإسلام كما ينظمون جولة داخل المسجد للتعرف على الوضوء والصلاة وغيرها من الشعائر كما تشمل الفعالية ورشة للخط العربي وعلى مدى عقد من الزمان كان مسجد الرحمن بمثابة بيت للعبادة ومكان لتجمع المسلمين وأبنائهم في البلدة واستضيف المسجد حوالي مائة مسلم خلال الصلاوات اليومية وستمائة مسلم خلال صلاة الجمعة وشهدت السنوات الماضية نمو الملحوظة في عدد المسلمين المترددين على المسجد الأمر الذي دفع مسؤول المسجد إلى استئجار مساحة إضافية لاستيعاب أعداد المصلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر